السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ثم كالقو كذلك على المستوى الاسري هذا على المستوى المجتمع الاسرة للأسف كالقو الاسرة دينا رغم الاثار الاجابية لهذا الوسائد التواصل الاجتماعي ولكن الاسرة دينا راكت ضيعا هذه 21-30 سنة الأسرة المغربية كانت أسرة واحدة أسرة فيها الدفء والطبعنينة الكلمة هي كلمة الأب والأم حاضرة بحل ترية بضوية عن الجميع والوليدات كلهم كتلقاهم يصطفون في مائدة واحدة مع العائلة وشوفوا ده من الأسرة كيف أصبحت الأسرة كالقاو الأنسارات متفككة كالقوا كل واحد من أفراد الأسرة يعيش في عالمه الافتراضي كل واحد عنده هاتف نقال أو عنده وحد الحسوب أو عنده وحد لوحة إلكترونية طابلت ويعيش مع نفسه ويتحدث مع الغرباء ويسمح في العالم الافتراضي ولكن ما علاقته مع الأسرة ما علاقت الأولاد مع أولادهم ما علاقت الزوج مع زوجته الأسرة تعيش في عزلة وهذا أدى إلى ضغف العلاقات وهذا أدى إلى مدائل إلى أن المشاكل تدخل وتغزو هذه الأسرة رغم أنها تعيش تحت سقف واحد كالقوم أن السلطة للأسرة عادة كتكون هي فيه الأب وتبعا فيه الأم اليوم كالقوم أن هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي انتزعت السلطة للتوجيه من الوالدين وصاحت هي تزاحم في توجيه الأبناء وتربيتهم كتلقى الولد يلك تلقى المئات من الألاف من الصور ومن الرسائل في هاتفه النقال أو في لوحة إلكترونية وطبعا انتغى الجتال خرد قولي يا ولدي هذا حرام وهذا حلال وهذا يجب وهذا لا يجب وورا تم شحنه وتم تغيير ناكيرته ثم كالقاو من غير الأسرة كالقاو العائلة العائلة الكبيرة العائلة الكبيرة في المغرب هذه واحد ثلاثين سنة ركنت عائلة متماسكة كتقوم بالزيارة العائلية كتقوم بصنة الأرحام النسكت لقوم الجمعة الجمعة كي يكلوا الكسكس فيما بينهم النسكت لقوا في المنسبة السعيدة سواء في أعراس أو في خيتان أو في منسبة أليمة كالجنائز أو أمراض الممكن تتلقوا النسكت لقوا بعضياتهم وكيتشوفوا بعضياتهم وكيتسالموا بعضياتهم وكيتسامحوا بعضياتهم وهذا كي أدي إلى الطبئنينة والموساة لكن اليوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي غادي القوا بأن الزيارة العائلية وهذا السلطة الرحيم تراجعت بشكل كبير ما بقوش الناس كي يسلوا الرحيم كي يقول لك غادي سيفتليهم رسالة رسالة عبر الواتساب فيها صباح سعيد جمعة مباركة عواشر مباركة بسعودة أي كلام هكذا يقوموا بوظيفة السلطة الرحيم ولكن الناس ما كيتلقوش ما كيتشوفوش بعضياتهم يعني الأسرة ويعني العائلة وكل هاد الأفراد كلهم صاروا بل الأخطر من هذا هو أننا بسبب بعض وسائل التواصل الاجتماعي لكد الانفتاح صارنا ربما كالقاوة العلاقات الزوجية صارت فاترة العلاقة الزوجية في المغرب هذه 31 سنة كانت علاقة حميمية كانت علاقة قوية كانت علاقة فيها محبة ومودة وثقة متبادلة اليوم سير قلب على العلاقات الزوجية غيرت لقى بأن الخيانة صارت سهلة جدا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي من أراد أن يبني علاقات مشموهة مع الآخرين له كامل الحرية وبسهولة كبيرة وكانقوا شحل النساء البريئات نساء بريئات تم اتهامهن شي واحد تصل بهم عكسهم تحرش بهم وصفت لهم صوار وصفت لهم رسائل وعبارات ولقاها الزوج أو ولقاها أحد الأولاد وتارت التوراة في العائلات عدد كمية ونسبة الطلاق ارتفعت كثيرا بهذا السبب الزوجة كتخلي الزوجة تخلل الحمام كي بغير يغسل أو يتوضى كتقلم للهاتف نقال وكتلقى في رسائل يندلها الجبيد وهناك يعد كنت تقول تنني المحال يكحنا سواء سواء وهناك لقاو بأن ضاهرة الخيلة الزوجية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتمدد والعياد بالله ثم كنلقاو أشياء أخرى كثيرة مدرة وهي الحالة الصحية الحالة الصحية دي أنك يملك هذي 21-30 سنة البغير ما كانوا صحح البغير ما تبارك الله كانوا كيمشي وعندهم المشي السريع وعندهم الأكل الأكل الطبيعي الأكل اللي هو بيو وكانوا كانوا رياضيين كانوا يقلوا لقمة العيش كي يجريوا كي يطلعوا كي ينزل اليوم غضي القوا بأن عدد كبير من الناس تصابوا بالسبنة الزائدة لأن الجلوس لفترات طويلة أمام المكتب أو أمام المكان دي الراحة إما واحد سرير أو كي يبقى نهار كامل وكي تبع الهاتف وكي تبع الطابلت أو كي تبع الأخبار في الوسائل التواصل الاجتماعي ولا يكاد يتحرك واحتل يبغى شيء أكلا يعني وسائل التواصل الاجتماعي كي تسمح لي غير تصل بواحد الرقم معين غير يجيب ولي قطعة بيتزا أو كذا جاهزة ساخنة في اللحظة فالناس في زمننا هنا تصاموا بالسمنة وطبعا السمنة أراك تؤدي إلى مضاعفات كثيرة أمرض القلب والشرايين والسكري وضغط الدم والسمم ربما المباشر هو هذا الوسائل للتواصل الاجتماعي الأخطر من الناحية الصحية وهو أن الناس مبقوش كي يخدوا القسط الكافي من النوم قلة النوم أولاد الصغار دهما الآن كيتلقى حتى المنتصف في الليل وبازال ما كيقلب في الانتاغنات بازال كيتصفح وكيبقى لفترة متأخرة وفي الصباح مالك يمشي لمدرسة راوى الجتة حاضرة ولكن الدهن غائم وقس على ذلك حتى الآباء الآباء والنهار كله للكل وكيسبح وكي يبحث في هذا المجال وكيبقى حتى الجوش تتصبح وفي الصباح الماكن غيوصل متأخر للعمال وإلى وصل في الوقت يعني ما غادي يعطيوانو العطاء دهنو ضعيف لأن المؤشر دهنو يعدنا غاديوك يضعف داخل الأسرة كذلك الأم اللي كتفق بكري كانت الأم بهات كيف يقوق من الفجر مع السروية وهم اللي كي يسخدون بها سخودة باشي انتو الضاو ونصلوا الفجر وهم اللي كي صموا الحسوة وهم اللي كي صمودين الشعير وزيت العود باشي تقوى واحد القهوة بلعشوب قهوة كحلة بلعشوب باشي الدماغ يفيق وكانت الأم كتفرق تشار الفرحة والسرور الأم ربقى طلعت الشمس وباقى مازال سير جمي الخوز من المولوجي ويا دار ما دخل الكشر الوضعية دينا يبدو أنها استاءت بسبب هاد الوسائل للتواصل الاجتماعي هي وسائل البداء وأيضا في نفس الوقت هي وسائل هدم والأخطر من كل هذا وهو الغزو الثقافي والفكري كالقوة بعض المفاهيم اللي هي واحد اللحظة كالمغرب لا يتقبلها كالإنسان المغربي لي عنده الأصالة الإسلامية والدينية وعنده الأعراف والتقاليد الاجتماعية الرصيدة كالقودم الآن سهل أنه يتم اختراقه وسهل أنه يمجل واحد المفاهيم غريبة جدا إلى قالنها الجين اللي كان قبل لنا هذي 21-30 سنة غير يستنكرها حتى اليوم صارت عادية الشدود الجنسي العلاقات الرضائية وحد مجموعة كبيرة من الأشياء تبدو كأنها عادية من فرط الضغط أنه يتم تمريرها وهناك ضيع الخصوصية دي المجتمع المجتمع اللي هو عنده أصالة وعنده توابط وعنده قيم وعنده حضارة وعنده تاريخ كي يبدأ يضيع لنا هذا المجتمع إذن نردل هذه المسألة من الناحية الشرعية الناحية الشرعية لا بد أن نستحضرها في أي مجال أي مجال ما شاء يكون عندك الأجر والتواب لا تظن بأن السفينة تسير بمفردها راح نحن جميعا نركابه في سفينة نوح وكل أولا بدنا نعرفه أي حاجة ما حكم الشريعة في ذلك مع الآباء ديالنا والأمهات والشباب ديالنا وولدتنا وبنيتنا أي واحد فينا بغي ندخل هذا المواقع للتواصل الشبعي هذا لا يمكن أن نبنعها هذا شيء صار فاردا وجوده في حياتنا لا يمكن أن نبنعها أبدا ولكن ينبغي أن نتعامل معها بعقلانية أولا بلين بغي ندخل هذا المواقع للتواصل الشبعي أستحضر نية أنا غايتي بغي ندخل الفيسبوك مثلا يكون هو التعارف مع الناس تعارف جميل ربي أمر به يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم الناس كانوا يتعارفوا أي زمن عن طريق الحج والزيارة الحج أو السفريات أو تجارة والقبائل والقوافيل اليوم طريق الفيسبوك تعارف مع العالم كله وهذا مطلوب تعارف مع الناس في أمريكا في إفريقيا في الشرق الأوسط في في أي مكان هذا أمر مطلوب شرعا إن أكرمكم عند الله يتقاكم لتعارفوا لكن خاص للإنسان يحضر النيان يلتعارف ثم بلتعارف مع الإنسان نحاول ما أمكن نحصل على الخيبرات الإيجابية التي تنفعني في حياتي بلتعرف علي لاش بلتعرف على اللغة ديان ومش تتقنى اللغة لأن من أتقنى اللغة قومين يعني اكتسب ودهم وأمد مكرهم ونتعرف على التقافة لأن المجتمع صار صغير تعرف على التنمية على الاقتصاد نعرف كل ما يتعنق بما يدفع الأسيان الإيجابية لكن نبقى ضيع وقتي للتحدث مع الجسل آخر وهذا اللغة يقال للأسف 90% كتلقى بأنهم يضيع وقته في التحدث إما مع الفتيات أو الفتيات مع الفتيات وكل كده الشخصية مزورة هو ذاكار ديالاسم أنتا وهي أنتا ديالاسم ذاكار وكتلقى واحد نوع من العبت هذا في الدين لا يليق وأخطر أخطر مكين في هذه الوسائل هي مشاهدة الصور المحرمة هي كتعجب على الإنسان يحرص على أنه يحاول بعد منها لأن كل مشاهدة ديالصورة محرمة رأيك تغرس في الداكرة ديالك وبالتالي كتخلق لك وحد الفتنة وكتعود في صراع مع نفسك وكتقلب أنك تنفذها وتقع في حبائل ومكائل إبليس وأشجب خرجك منها ثم كالقاو أن هذه الوسائل نعتقد بأنها مواقع ربضة ونسخرها ما نقول إذا أن اللوب العالمي أو السلطة السياسية العالمية تريد أن تسخر العقول والشعوب ما نقول أن هذه المواقع سخرها الله الله تعالى وسخرها لكن سخرها لنفعلها في الحلل ونتجدب بين الحرام نتجدب الدخول في خصوية الغير نقتحم حريط الشخصية للآخرين ولكن بالعكس نستعمل التواصل والتعارف بين الحضارات والشعوب والثقافات في الخير في المحبة في الرضا في التعاون في القيم نحفظه على البيئة نحفظه على التنمية نحفظه على حقوق الإسان نحفظه على وضعية المرأة نحفظه على سلامة وصحة الشباب هكذا ثم هاد من النحية العملية كنلقوا بأن هاد الوسائل نستغلوها لدعم الأفكار والمشاريع المهنية ناجحة نستعمل لهذا الغرض يعني الإسان أنا لا أعتقد بأن اليوم شو واحد يقول لك هذا ما لقيتش خدمة لا أعتقد بليك تتلقى ما شو واحد شاب يقول لك ما لقيتش عمال قلب لي على عمال كنقول هذا وش عايش معنا ولا في نعيش يعني وش أنت عندك لأن تغنيت وبإمكانك أنك تكون عندك هاتف نقال وعندك شاحن وباقي كتقلم على خدمة إلى عندك هاتف نقال والشاحن رأى العالم كله بين يديك رأى الميغن والمشاريع هي على على قارعة الطريق كتير كتير بزاف حتى الإنسان ما كنقوا شفت حقه رأسهم فالإنسان يستغل هذه الوسائل للعمل وللإبداع ولوضع مشاريع اقتصادية ومشاريع مهنية ثم يتواصل مع الآخرين في القضايا الإيجابية وهنا قد يلقوا بأن هذا قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح هذه هي باختصار شريد أيها الأحبة الكرام وسائل التواصل الاجتماعي لعلنا عندكم أفكار وعندكم آراء وعندكم مشاكل تعيشونها في بيوتكم مع أولادكم وبناتكم وأزواجكم حول هذا الوسائل للتواصل الاجتماعي لعل منكم من يستفيدوا منها واستفدوا فعلا في مواضع مهمة ولعل بعض الآخر يتابع تلك المعارك الوهمية التافهة للنس يضيعوا فيها الوقت الجهد ويضيعوا وقت الآخرين في أشياء لا تدفع كيفاش ممكن تخليوا وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للبناء وسيلة للتعمير وسيلة للتنمية وسيلة للتعارف وسيلة للقيم والأعراف الإيجابية الكلمة لكم أيها الأحبة الكرام أرقامنا كالعادة 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 51 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل فنبقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله نعم موقع Everyetin نعم نعم في ب قوة